اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الدوران يسمى التدوير لاحظ المثلث الامامة الاصلي والمثلث بعد التدوير ستجدهم مثلثين متطدقين يعني الشكل لم يتغير بعد التدوير بس تتغير ايه وضعية الشكل الدوران حول نقطة لو انا عندي نقطة في المستوى وليكن النقطة يسمها الف وعايز اعملها تدوير حول النقطة ميم اللي هي مركز الدوران بزاوية قياسها هاء درجة فصورة الف هتصبح الف شرطة بهذه الصور يبقى انا عملت تدوير للنقطة الف اصبح مكانها الجديد الف شرطة الزاوية زاوية الضوران اللي هي ايه اللي هي هاء هلاحظ ان الالف صورتها الف شرطة الميم صورتها نفسها لان هي مركز الدوران طول الميم الف نفس طول الميم الف شرطة يبقى تاني الالف صورتها الف شرطة الميم صورتها ميم نفس الشيء الالف ميم حيساوي الالف شرطة ميم يبقى من ذلك شروط الدوران ثلاثة واحد مركز الدوران اتنين اتجاه الدوران ثلاثة زاوية الدوران اي شكل اثورته تحت تأثير الدوران علم مركزه وزاويته واتجاهه يكون هذا الشكل مطابق لصورته يبقى اي شكل حتدوره الصورة بتاعته حتكون مطابقة للاصل وزي ما ذكرنا قلنا الايه حنتفي بدراسة الدوران في اتجاه عقارب الساعة انا عندي نقطة هنا دورتها بزاوية تسعين درجة اصبح مكانها في هذا المكان دي تسمى ربع دورة يبقى الربع دورة عندي تسعين درجة طيب بدي التاني من الاول من النقطة اللي هنا وحركتها زاوية بزاوية مئة وثمانون درجة شوفنا اتدورت ازاي دورت مع عقارب الساعة هذا الاتجاه يعني مع عقارب الساعة وزاويته الدوران هنا اللي هي كانت معايا كام دورتها بزاوية مئة وثمانين درجة يبقى ازا الدوران هنا صار نص دورة لاحظوا معايا لو قلت الزاوية حتلاقيها مئة وثمانين درجة يبقى نص الدورة هو عبارة عن مئة وثمانون درجة طب لو دورت هنا دلوقتي بديت من النقطة هنا ودورتها مئتين وسبعين درجة يعني زاويت تسعين تاني يبقى هنا تسعين بعدين تسعين تبقى مئة وثمانين زيدة تسعين تبقى مئتين وسبعين فديت سمى ثلاث أرباعة دورة فثلاث أرباعة دورة اللي هو عبارة عن مئتان وسبعون درجة الدورة الكاملة هتزود بس تسعين يعني هتضر دورة كاملة كده يبقى زود تسعين على المئتان وسبعين هتبقى معاك تلتمية وستين يبقى الدورة الكاملة عبارة عن ثلاثمائة وستون درجة يبقى نحفظ بيها ربع الدورة اللي هو تسعين درجة نصف الدورة مئة وثمانون درجة ثلاث أرباعة دورة مئتان وسبعون درجة دورة كاملة ثلاثمائة وستون درجة يبقى أنا عندي قياس زاوية الدوران أقول لك تسعين درجة تمثل أو مقدار الدوران هنا تقول لي ربع دورة طيب الكسر الدوراني أقول له ربع واحد على اربعة يعني طيب المئة وثمانين درجة مقدار الدوران هي نصف دورة الكسر الدوراني نصف يعني واحد على اثنين الميتون وسبعين طبعا الميتون وسبعين درجة يعني ثلاثة ارباعة دورة ده مقدار الدوران لما يقولك مقدار الدوران يبقى ثلاثة ارباعة دورة طب الكسر الدوراني ثلاثة على اربعة او ثلاثة اربعة الثلاثمائة وستون درجة دي دورة كاملة دورة كاملة اللي عبارة عن واحد صحيح هنا دورة كاملة يبقى الدوران حيكون عندي لإما ربع دورة أو نصف دورة أو ثلاث أربع دورة أو دورة كاملة بيقول لي تم تدوير كل من الأشكال التالية باتجاه عقارب الساعة حول نقطة واو حد الزاوية الدوران في كل مما يلي لاحظ أدي أنا حد الحط نقطة هنا أدي الشكل اللي قدامي عبارة عن مربع أدي مركز الدوران هو واو تاح دوره مع عقارب الساعة أو في اتجاه عقارب الساعة يعني بهذه الصورة أنا دورته كده بزاوية تسعين درجة تمام؟ لما دورته بزاوية تسعين درجة انطبق على نفسه طيب تعني دوره تاني أي دورته بزاوية تاني قياسها مئة وثمانون درجة تمام؟ يعني زاويت تسعين مرة تانية يبقى إذن انطبق على نفسه يبقى المربع برضو انطبق على نفسه بزاوية مئة وثمانين درجة حندوره تاني هذه تسعين مرة تلتسر مئتين وسبعين يبقى انطبق على نفسه بزاوية مئتين وسبعين درجة أيضا لو دورته دورة كاملة تلتمية وستين حينطبق على نفسه نجي بقى للشكل الآخر اللي هو هنا قدمنا هو عبارة عن إيه يا شباب؟ عبارة عن مستطيل تعني دور المستطيل دورته تسعين درجة لم ينطبق على نفسه دورته مئة وثمانين درجة انطبق على نفسه مئتين وسبعين لم ينطبق تلتمية وستين انطبق على نفسه يعني أصغر زاوية اللي تخلي الشكل الأمامي ده ينطبق على نفسه فيها اللي هي كانت كام؟ كانت مئة وثمانون درجة لكن في المربع كأن في أصغر زاوية هي تسعين درجة طيب الشكل الأمامي أيضا هعمله تدوير مع عقارب الساعة لاحظ معايا حوله طبعا مركز الدوران هو النقطة معايا هنا واو تسعين درجة لم ينطبق على نفسه لاحظ آدي زاوية أخرى مئة وثمانين ما انطبقش على الشكل الأول الموجود عندي ما رجعش الأصل برضو لسه مع المئة وثمانين ومع المئتين وسبعين لكن مع الدورة الكاملة انطبق على الأصل يبقى إذن ده أصغر دوران ليه وثمانين هو دورة كاملة تمام فيه تضرب واحد في الكتاب صلحة مئة واحد وثلاثون بيقول لي تم تدوير كل من الأشكال التالية باتجاه عقارب الساعة حول النقطة واو حدد زاوية الدوران في كل من ما يلي الشكل ألف أنا هدور الشكل الفوق في اتجاه عقارب الساعة وهشوف زاوية الدوران بحيث ينطبق على الشكل اللي تحت هنا معي طيب تعي نشوف آدي بتسعين درجة لم ينطبق على الشكل الأزرق اللي معي هنا طيب مئة وثمانين انطبق يبقى هنا زاوية الدوران كام مئة وثمانون درجة الشكل الثاني أنا هدوره في اتجاه عقارب الساعة كده تسعين درجة الأول انطبق على الشكل الأزرق الموجود يبقى إذن زاوية الدوران عبارة عن كام تسعون درجة الشكل الأمامي دورته بتسعين لم ينطبق على الشكل الأزرق اللي عندي هدوره تاني تسعين تاني مئة وثمانين لم ينطبق بعدين مئة وسبعين انطبق يبقى زاوية الدوران هنا هتكون مئة وسبعين درجة الشكل دال هندوره هنلاقي ينطبق أو زاوية الدوران بتاعته هي كام يعني هيرجع عن نفسه نفس المكان بتاعه نفس الأصل بتاعه بعد دوران دورة كاملة لها تلتمية وستين درجة طيب لو إذا أمكن تدوير أحد الأشكال أقل من دورة كاملة حول نقطة معلومة وكان الشكل الناتج من الدوران ينطبق على الشكل الأصلي يبقى الشكل هيكون له تماثل دوراني يبقى لجم التماثل الدوراني يكون أقل من دورة إيه؟ أقل من دورة كاملة تعني نشوف كده هذه الشكل اللي قدامي أنا حدوره تجاه قرب الساعة هذه مركز الدوران عندي واو أول شي حدوره بزاوية هذه زاوية كام تسعين درجة لاحظ الشكل اللي عندي حصل إيه؟ انطبق على نفسه رجع نفس الشكل طيب بزاوية كام تسعين درجة طيب انطبق على نفسه أو انطبق على الشكل الأصلي اللي كان موجود عندي بعد الدوران هو تسعين درجة يبقى حنقول هنا هذه كده 180 يبقى أيضا له تماثل دوراني بزاوية 180 درجة حدوره تاني 270 يبقى له تماثل دوراني بزاوية 170 طبعا مش حندوره دورة الأخيرة لأنه لو الدورة الأخيرة هيبقى 360 تمام والتماثل الدوراني نازم أقل من دورة كام لا أقل من 360 يعني يبقى إذن التماثل الدوراني هنا حيكون للشكل الأمام ده حيكون كام ثلاث تماثلات دوراني اللي هي قدرها 90 درجة و180 و270 درجة لو قلت لك الكسر الدوراني هتقول لي هنا التسعين اللي هي كام اللي هي نصف ولا ربع ولا تلات أرباع ولا دورة كاملة أيها تمام يبقى التسعين اللي هي تمثل ربع الضور والمية وتمانين نصف الدورة والمية وتون وسبعين ثلاث أرباع الضور يبقى هنا لو طلب منك الكسر الدوراني تبقى أنت عارف الكسر الدوراني تتب에요 الزال التسعين ربع ٤٨ نصف المية وتون وسبعين ثلاث أرباع أنا عندي شكل مثلث قائم الزاوية هعملوا عملية تدوير حول النقطة واو تعني نشوف اول شيء بزاوية 90 درجة اي حصل لم ينطبق على الشكل الاصله يبقى ايزا ليس له تماثل دوران بزاوية 90 ندوره مرة تانية 180 يبقى ايضا ليس له تماثل دوران بزاوية 180 دورنا 170 ليس له تماثل دوران بزاوية 170 يبقى ايزا الشكل الامامي ده المثلث القائم ده ليس له تماثل دوراني ليس له تماثل دوراني لانه مش هنطبق على نفسه الا بزاوية الا بدوره كاملة اللي هي 360 درج كتاب الطالب صفحة 132 ده يقول لي هل متوازل اضلاع في الشكل الى اليسار له تماثل دوراني حول النقطة مين تخيل الشكل يدور حول مركزه اللي هو ميم وهنمثل الشكل الاصلي باللون الازرق تعني نشوف بالدوران انا هحصل ايه اذا دورت بزاوية 90 درجة لم ينطبق على الشكل الاصلي يبقى ليس له تماثل دوراني بزاوية 90 طيب حندوره كمان ربع دورة تاني يعني حدوره كده ادي 90 و90 يبقى اذا بزاوية 180 انطبق على نفسه يبقى هنا او انطبق على الشكل الاصلي يبقى هنا حنقول نصف دورة اللي هي 180 درجة يبقى له تماثل دوراني كسر الكسر هنا عبارة عن نصف طيب الاخير لو اندورته اذا دورته 270 طبعا لاحظ الشكل لم ينطبق على الشكل الاصلي يبقى بس متوازل اضلاع له تماثل دوراني حول مركزه بزاوية 180 درجة اللي هي تمثل نصف دورة تدرب اتنين بيقول لحدد ما اذا كان للشكل المجاور تماثل دوراني حول النقطة واو اكتب نعم او لا واذا كانت الاجابة نعم فاذكر زاوية او زوايا الدوران طبعا الشكل الامامي ده لو انت دورته بزاوية 90 مش هينطبق على لاحظ معايا كده زاوية 90 أهو لم ينطبق على الأصل طب تعال اندوره بزاوية 180 اللي هي نصف دورة انطبق على الأصل يبقى له تماثل دوراني بزاوية 180 درجة يبقى السؤال الأول حدد ما إذا كان للشكل المجاور تماثل دوران سأقول له نعم تمام اذكر زاوية او زاوية تماثل دوران سأقول له زاوية تماثل دوراني اللي هي 180 درجة تضرر التلاتة بيقول لحد الزوايا التماثلات الدورانية إن وجدت لكل من أول شيء المربع دائماً يا شباب أخليكم عارفين إن المربع والمعين والمستطيل هم في الأصل متوازيات أضلاع تمام؟ لذلك كلهم حيشتركوا إن أول شيء زاوية الدوران لهم حتكون 180 درجة نفس متوازيات أضلاع متوازيات أضلاع زاوية التماثل الدوران بتاعته كان 180 تمام؟ يبقى المئة وتمانين مشتركة في المربع والمعين والمستطيل وفي متوازيات أضلاع اللي هي نصف الدورة طيب المربع لما دورناه في الأول وردت لك زاوية التماثل الدوران بتاعه كان بزاوية 90 وبزاوية 180 وبزاوية 270 يعني المربع له ثلاث تماثلات دورانية اللي حنقول لها 90 درجة و180 درجة و270 درجة المعين بس 180 درجة نفس متوازي الأضلاع مثلث متطابق الضلعين يبقى ليس له تماثلات لا يوجد له تماثل دوراني طيب هنا بيقول يفكر وناقش إذا كان أحد الأشكال ليس له تماثل دوراني فكم درجة يجب أن تدور هذا الشكل حتى يستقر في الموضوع نفسه كم درجة يدور حتى يرجع للأصل يبقى محتاجين دوره دورة كاملة اللي هي كان 360 درجة تمرا واحد في كتاب الطالب صفحة 133 بيقول لي تم تدوير كل من الأشكال التالية باتجاه عقارب الساعة حول النقطة ورد حدد زاوية الدوران يلا تعجوه في الشكل الأول الشكل المظلل ده أنا حدوره أول شيء بزاوية 90 مش هنطبق على الشكل الموجود عندي هنا حدوره الزاوية ثاني 180 حلقيا نطبق على الشكل المرسوم تحت هيكويب أئذن هنا زاوية الدوران هي 180 درجة الشكل باء تخيل كمان الشكل عندك الأزرق انت حتدوره حول النقطة دوره أول شيء بزاوية 90 وبعدين شوف حينطبق على الشكل المرسوم عندي هنا ولا لا حينطبق يبقى إذن زاوية الدوران هي 90 درجة الشكل الثاني ده أنا حدوره كده 90 مش هينطبق 180 ينطبق يبقى إذن زاوية الدوران 180 درجة تمرن ثلاثة صفحة 133 قال لي قرر أي من الأشكال التالية يكون له تماثل دوراني إذا كان كذلك فاذكر الكسر الدوراني الذي يكون باتجاه دوران عقارب الساعة والذي يجعل الشكل الأصلي ينطبق على نفسه يبقى هو عايزك أول شيء اتقرر هل فيه تماثل دوراني ولا وبعدين تذكر الكسر الدوراني لو فيه تماثل دوراني تمام الذي يجعل الشكل الأصلي ينطبق عليه نفسه تعال نشوف أول شيء المستطيل طبعا هنا ليه تماثل دوراني حول مركزه اللي هو بزاوية كام والنه بزاوية 180 درجة يبقى هنا نعم له تماثل دوراني بزاوية كام 180 درجة يتمثل الكسر الدوراني اللي هو نصف يبقى نصف دوران شبه المنحارف طبعا هنا ليس له تماثل دوراني شبه المنحارف ليس له تماثل دوران السداسي الشكل السداسي هنا طبعا له تماثل دوراني بكام نصف دورة لما تدورته بزاوية 180 درجة هتلاقيه ينطبق على الاصل الموجود طبعا الدوران سيكون حول مركزه هنا تمرنا اتنين بيقول اعتبر ميم مركز الدوران ما اصغر تدوير يجعل الشكل ينطبق على نفسه ثم حدد ما اذا كان الشكل لديه تماثل دوراني ام لا طبعا الشكل ده انت لو عملت له تدوير حول النقطة ميم طبعا مش حينطبق على نفسه الا بزاوية 360 درجة عن دورة كاملة يبقى ليس له تماثل دوراني يبقى الف ليس له تماثل دوراني با احنا لو عملنا له تدوير بزاوية اول شي 90 درجة حلقيه ينطبق على الاصل يبقى اذا اصغر تدوير تمام يجعل الشكل ينطبق على نفسه هو كامل هو 90 درجة يبقى ليه تماثل دوراني ولا له تماثل دوراني هنا بيقول لي كمان اصغر تدوير يجعل الشكل ينطبق على نفسه حلقيها 180 درجة تمام سبقا ذكرناه طيب 180 درجة يبقى ليه تماثل دوراني ولا له تماثل دوراني الشكل الاخير ايضا حتدوير بزاوية 90 حتلاقي ينطبق على الاصل يبقى اذا له تماثل دوراني سؤال الموضوعي من اختبار الوحدة صفحة 136 يقول لي كل بند من البنود التالية اربعة اختيارات واحد فقط منها صحيح ظل للدائرة الدالة على الاجابة الصحيح في رقم سبع بيقول لي متوازي الاضلاع له تماثل دوراني حول مركزه بزاوية قياسها ألف 90 درجة باء 180 درجة جيم 270 درجة دال 360 درجة تمام 180 درجة وهنا نكون قد ورسلنا لنهاية الدرس نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة